مرحباً، اليوم سأعود لكم مقطع بسيط الليبات نومان سكاي عندي شرح جداً جداً بسيط عن كيف تطور السلاح حقك طبعاً السلاح حقك في الليبات لا يوجد طريقة واحدة تطوره لا تكرر تشتريه للأسف تقدر انك تطوره عن طريق انك تلقى أماكن أو مكان معين اسمه أدفانس لايف بورم في المكان هذا رح تلقى زي الصندوق البسيط يطلع لك السلاح وتلقى تريد زي ما سوينا مع الطيارة بالمناسبة واللي ما شعف مقطع الطيارة كيف تغير الطيارة حقتك أو السفينة حقتك بلا صح موجود تحت في الدسكريبشن وظارنا بيطلع الشاشة بأي كامل هنا شوفوا ان شاء الله يعجبك المقطع فرح نستعمل نفس الطريقة الطريقة هي انك تستعمل البيكنز اللي موجودة في أي كوكب هاي تتلقى في كل الكواكب اللي تحتاج انك تسوي شي اسمه باي باس شيف تسوي لك واحد تدخل على الجهاز ده وتختار ثالث خيار انك تحتاج شي اسمه ترانزميشن ترانزميشن هذا رح يطلع لنا ثلاث اشياء اما الابزورباتوري اما بيكن و اما ترانزميشن تاور رح نحتاج بيكن طلعنا بيكن شكل بعيد يعني لا ولا غير كل اللي علينا نسوي اننا نروح للبيكن هذا انتراكت معاه ورح يطلع لنا مكان شي اسمه ادفانست لايف فورم المكان هذا هو اللي رح نلقى في السلاح حقنا سلاح جديد ونفس نظام الطيارة الاسلحة حقتك أو السلاحة اللي تلقاه رح يكون احسى من اللي عندك بواحد الكوكب اللي انت موجود فيه او حق فخلنا نروح هناك ووريكم اش يصير كذا وصلنا البيكن البيكن ما فيه ولا شي اهو بس زي الانتل تروح عنده تضطئي وانتراك ويطلع لك المكان اللي احنا نبغى عشان نطور السلاح حقنا يا ساتر يا ساتر اول مرة تصير ذي كذا اوكي رح يطلع لك شي اسمه ادفانست لايف فورم زي المكان تروح له خلنا نروح لحنا بالطيارة حقتنا الجميلة ووريكم اش رح نلقى هناك اوكي وصلنا لل ادفانست لايف فورم اوتبوست طبعا تقدر توقف في حقهم هذا بس اذا ما تبغى زي ما سويت الحين انا لانه عادة اذا انت ما وقفت في الموقف حقهم وفي القراج حقهم عادة تجي طيارات من الفضاء وتوقف هنا فتقدر انك تشتري الطيارة منهم زي دايما سوا سيف اي مكان جديد توصله عشان لا سمح الله اللعبة علقته لشي انت مسيف اللعب حقك طبعا الميزة في الماكن هذي رح تلقى الماركت او السوق عشان تقدر تبيعه تشتري اذا عندك اغراض مرة كثيرة تبيعها رح تلقى بني ادم داخل الاهم من هذا كله اسحب الامة هذا اهم شي موجود اللي هو الصندوق الجميل ذا اذا رحت عنده رح يطلعلك رح يعطيك السلاحي والركية تقدر تشوفه زي نظام الطيارات تسوي له كومبير طبعا في الحالة هذي على حظي الخايس عطاني سلاح اقل سلوتس من اللي عندي انا اصلا بس عادي تقدر تدور بيكن ثاني وتلقى لك مكان ثاني زي هذا ممكن يكون في سلاح احسن منه طبعا نفس النظام مع الطيارات ومع اغلب الاشياء اللي موجودة الشي الجديد اللي بياطونك هي رح يكون احسن من اللي عندك بواحد مو بخمسة ولا بعشرة بواحد فتسعة عشر مفروض ان هذا يكون عشرين تقرر تشوفوا الاشياء اللي موجودة طبعا انا رح اسمي الديكلاين لانه اضعف من اللي عندي رح استغل السوق اللي موجود هنا هذه بكل بساطة الطريقة الوحيدة التي تقدر انك تطور فيها سلاح حقك تزيد السلوتس ان شاء الله للمقطع فادكم اذا اعجبك المقطع لايك اذا ما اعجبك ديس لايك اعطوني خبر تحت في الكومنترات اذا حابين شوفوا مقاطع زيادة لعبة نومان سكاي الله عطيكم نعافية على الدعم اللي دائما تقدمون لي ان شاء الله سوف اشوفكم في مقاطع الجاية اشتركوا في القناة